أسف مرة أخرى أكرر أسفي أنا أنا عالم اجتماع وظيفتي أحلل أنا لا أوصف لا لا أوصف الناس أو أصنفهم بس هذه حتى ندرس الظاهرة بشكل حقيقي لأن السؤال هو ينسئ خلال هاليومين ليش عود انطلقت ليش المظاهرات انطلقت بشكل أكبر في المناطق الشيعية اللي هي المنفروض مناطق تكون أقل تعرض للشدة الأمنية أو للشدة الأمنية أو إلى آخره طيب خلينا نشوف شوفوا من 2012 الثقة الحكومة الثقة بالحكومة عند الشيعة تقريباً 60% بدأت تنزل 46% بال2014 نزلت إلى 20% بال2016 رجعت صعدت بال2017 إلى 34 رجعت صعدت بأول ما تشكلت حكومة عادل عبد المهدي الناس كانت متوقعة صعدت بأول تشكيله إلى 40% عن الشيعة الآن رجعت انخفضت إلى شوفوا الرقم هذا هذا الرقم الآن قبل انطلاق الانتفاضة بيوم واحد 15% من الشيعة يثقون بحكومة عادل عبد المهدي وهو أقل لاحظوا من 2012 طيب ومن 2012 أكد لكم من بدينا نسجل من 2003 بدينا نقرأ هذه الأرقام إلى يومنا هذا حسب استطلاعات الرأي الموثوقة التي نقوم بها بموجب منهجية علمية قولت المصريين ما تخرش المية ما بها نفس المنهجية استخدمناها من 2003 لحد اليوم هذا أقل معدل يا سيادة أو يا دولة رئيس الوزراء هذا أقل معدل وصلت لي بشعبيتك بين الشيعة